السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أبناء طلاب الصف العاشر إلى القسم الثالث من درس مكانة المرأة في الإسلام أهداف الدرس لهذا اليوم هما هدفان اثنان الهدف الأول أن يستنتج الطالب مكانة المرأة في الإسلام والهدف الثاني أن يذكر الطالب دور المرأة في الإسلام أبناء الطلاب قبل تحقيق أهدافنا لهذا الدرس ما رأيكم أن نتذكر بعض المعلومات التي مرت معنا في الدرس السابق السؤال يقول أجب بصح أو خطأ فيما يأتي من العبارة نضع صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة العبارة الأولى الإسلام أعطى المرأة حق البيع والشراء دون حق الهبة والصدقة أتوقع أنكم تقولون هذه العبارة خاطئة أحسنتم لأن الإسلام أعطى المرأة حق البيع والشراء والهبة والصدقة وجميع التصرفات المالية العبارة الثانية في الشريعة الإسلامية أخذ رأي المرأة مهم عند تزويجها فلو زوجها أبوها بغير رضاها لا يصح العقد ما رأيكم؟ نعم هذا صحيح أحسنتم هذه العبارة صحيحة يجب أخذ رأي المرأة عند تزويجها العبارة الثالثة في الإسلام المهر حق مشترك بين الزوجة وأولياء أمرها للزوجة قسم ولأولياء أمرها قسم ما رأيكم؟ أحسنتم في الإسلام المهر حق خالص للمرأة ولا يجوز أن يأخذ أحد منه شيئا إلا بإذنها طبعا العبارة الرابعة في الإسلام الطلاق من حق الرجل والخلع من حق المرأة ما رأيكم؟ نعم أحسنتم هذه العبارة صحيحة جزاكم الله خيرا والآن إلى الهدف الأول وهو أن يستنتج الطالب مكانة المرأة في الإسلام أبناء الطلاب نقرأ الآن بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحاول معا أن نستنتج مكانة المرأة في الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فيتق الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة بمن يوصينا هنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يوصينا في البنات ويوصينا في الأخوات أن نحسن معاملتهن أحسنتم الحديث الثاني يقول فيه صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا من المقصود بالنساء هنا؟ المقصود الزوجات نعم الزوجات يعني استوصوا بالزوجات يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الرجال يا أيها الأزواج عاملوا أزواج زوجاتكم معاملة حسنة معاملة وفق شريعة الله عز وجل والحديث الثالث أظنه مر معكم جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك قال ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم أبوك إذن هنا واضح من هي المرأة التي يوصينا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الأم نعم يوصينا بها وصاية خاصة أمك ثم أمك ثم أمك الأم هي بوابتنا إلى الجنة فهذه بعض أصناف المرأة في الإسلام لكن هل هذا يعني أن الإسلام قد أوصى فقط في البنات والأخوات والزوجات والأم؟ بالتأكيد لا قد أوصانا بالنساء كلهن من يذكر لي بعض النساء اللواتي يجب علينا أن نعاملهن بإحسان وغير مذكورات في الحديث الجدات الجدات نعم الخالات العمات أحسنتم وجزاكم الله خيرا إذن أبناء الطلاب يمكن أن نلخص ذلك بعبارة أن الإسلام أوصى بالمرأة في كل مراحل حياتها فقد أوصى بها أما وأوصى بها أختا وأوصى بها بنتا وأوصى بها زوجة هذا هو خلاصة الكلام السابق والآن إلى النشاط الأول من المقصود بالنساء في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مر معنا منذ قليل واستوصوا بالنساء خيرا ما المقصود بالنساء؟ أحسنتم المقصود الزوجات استوصوا بالزوجات خيرا والآن أبناء الطلاب إلى الهدف الثاني وهو أن يذكر الطالب دور المرأة في الإسلام أبناء الطلاب مر معنا في الدرس السابق والذي قبله أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها مكانة مرموقة في المجتمع لتكون عضوا فعالا في نهوض المجتمع وتنميته لذلك لا بد أبناء الطلاب أن يكون للمرأة مجموعة من المهام أو مجموعة من الأدوار تقوم بها في المجتمع ومن هذه الأدوار ما سوف نتناوله في هذا الدرس إن شاء الله تعالوا نقرأ ماذا قال سيدنا أبو موسى الأشعري ثم نستنتج معا الدور من هذا المثال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما ما أشكل علينا يعني كان هناك إشكال ما في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا أو كانوا يذهبون إلى سؤال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها برأيكم ما هو الدور الذي قامت به أمنا عائشة رضي الله عنها من خلال هذا المثال نعم كانت تجيب عن أسئلة السائلين أحسنتم وجزاكم الله خيرا هذا ما يمكن أن نسميه التعلم أو التعليم كان للمرأة دور في أن تتعلم وتعلم فقد كانت السيدة عائشة تجيب عن أسئلة الصحابة رضي الله عنهم إذا ما أشكل عليهم أمر وما هو الدور الثاني كانت المرأة تشارك في الجهاد أحيانا وذلك تطوعا منها لأن الجهاد ليس فرضا على المرأة في الإسلام فكانت تشارك فتقدم الطعام أحيانا وأحيانا تداوي الجرحة وأحيانا تطبخ وربما تغسل لهم الثيابة وغير ذلك إذن الدور الثاني للمرأة في الإسلام هي المشاركة في الجهاد في سبيل الله والآن إلى النشاط أبناء الطلاب من خلال الحديث الذي سيأتي معنا نريد أن نستنتج دور المرأة الحديث الذي سيمر معنا ليس موجودا في الكتاب وليس مطلوبا ولكن هو حديث إسرائي نمرن الذهن فيه على استنتاج أدوار المرأة المسلمة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة السؤال أبناء الطلاب ما هو الدور الذي كانت تقوم به أم مبشر الأنصارية من خلال هذا الحديث ركزوا على في نخل لها كان عندها بستان نخل إذن كانت تزرع أحسنتم كانت تعمل في مجال الزراعة إذن هذا دور آخر للمرأة المسلمة والآن أبناء الطلاب إذا طلبت منكم أن تذكروا لبعض أدوار المرأة المسلمة في هذا العصر ما هي الأدوار التي تقوم بها المرأة المسلمة؟ نعم طبيبة معلمة مهندسة تاجرة أحسنتم إذن المرأة المسلمة هي عضو فعال في المجتمع تساهم في نهضته وبنائه وتطويره ونموه فهذه هي أدوار المرأة المسلمة إذن أبناء الطلاب وصلنا إلى نهاية الدرس وإلى غلق الدرس وسيكون الغلق بالإجابة بكلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي من العبارات طبعا كل المعلومات وردت معنا في الدرس إن شاء الله العبارة الأولى أوصل الإسلام بالمرأة غير المتزوجة والمتزوجة إذن لم يصيبها الإسلام هل هذه العبارة صحيحة؟ بالتأكيد أنتم تقولون أنها عبارة خاطئة فقد أوصل إسلام بالمرأة سواء كانت بنتا صغيرة أم أختا أم أما أم زوجة أم غير ذلك أوصل إسلام بالمرأة في كل أحوالها العبارة الثانية الجدات والحفيدات من النساء اللواتي أوصل إسلام بهن ما رأيكم؟ طبعا هذا الكلام صحيح أحسنتم العبارة الثالثة الإحسان إلى النساء في الإسلام يقتصر على المساعدات المالية يعني المساعدات المادية التهنئات في المناسبات التعزية المواقف الوجدانية كل هذا غير مطلوب ما رأيكم في هذه العبارة؟ طبعا عبارة خاطئة أحسنتم فالإحسان إلى النساء هو مادي ومعنوي جزاكم الله خيرا العبارة الرابعة المرأة التي عندها علم قد تجيب عن أسئلة الرجال والنساء إذا سئلت هل هذا صحيح؟ نعم العبارة صحيحة جزاكم الله خيرا العبارة الخامسة والأخيرة المرأة في الإسلام تستطيع القيامة بأي دور تسمح به طبيعتها الأنثوية وتوافق عليه أحكام الشريعة الإسلامية ما رأيكم؟ نعم هذا الكلام صحيح جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم أبناء الطلاب وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس الواجب المطلوب منكم أبناء الطلاب هو حل السؤال الخامس في الصفحة 70 من الكتاب وهو سؤال سهل مرة معنا منذ قليل لم يبقى أبناء الطلاب إلا أن أشكركم على حسن استماعكم وإلى لقاء في درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر